على أمل تلقي العلاج من وباء الكوليرا يتوافد هؤلاء المصابون والمسعفون إلى ما يسمى بمركز علاج الإسهالات المائية بمستشفى الثورة بمحافظة الحديدة غربي البلاد وهو مركز تم إنشاؤه لمواجهة جائحة الوباء الذي انتشر مؤخرا في أغلب المحافظات اليمنية من محدات وأدوات بسيطة تم إنشاؤ المركز لكن الصورة تبدو صادمة فهذه المساحة التي تم تسويرها بالطرابيل كمخيمات إسعافية تغيب عنها الأدوية وأبسط الأدوات الطبية ويتكوم المصابون على أسرة خشبية وسط إمكانات تبدو ضئيلة جدا مقارنة بحجم الوباء والكارثة خصوصا وأن المركز تم إنشاؤه على نفقة منظمات دولية لكن لا أثر لأي شيء هنا سوى الوجع والإهمال في حضرة سلطة أمر واقع ممثلة بالجماعة الإنقلابية التي عملت على نهب ما يمكن أن يساهم في مواجهة المرض وإنقاذ المصابين يقول العاملون هنا إنهم يستقبلون أكثر من 120 حالة يومية تتنوع بين الإصابة والاشتباه غير أن الإمكانات الطبية والتجهيزات لم تعد كافية ولا صالحة لكن ليس ثم تخيارات أخرى أو بدائل متاحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر